صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله انا اجاوب على بعض الاسئلة الوردت لينا من الاخوة الحضور وقبل ما نجاوب على الاسئلة الصوفية جوء التلاتة ولا ما في واحد حاضر لحد الان لو في صوفي قاعد برا نفتح له الفرصة للحوار والنغاش الصوفية الاولادة التلاتة او غير او اي حزب من الاحزاب اخوان مسلمين بكل الطواف والاجنحة انصار السنة بكل اجنحتها الفرصة مفتوحة للحوار والنغاش طيب ما في السائل بيقول دا انا اعرف انصار السنة غلط في شنو او غلط في شنو طيب بالنسبة لجماعة انصار السنة المحمدية عندنا عليهم مآخص كثيرة جدا مآخص كثيرة وهي مآخص شرعية ومن خلال وثائق زي ما عندنا مآخص على الصوفية وعلى الاخوان المسلمين وعلى غير كذلك عندنا مآخص على انصار السنة المحمدية وهذه المآخذ ما هي مآخذ بتتعلق بالمسائل الفقهية الخلافية لا بل هي مآخذ في الاصول من ضمن هذه المآخذ سناء هذه الجماعة لأهل البدع سناءهم على أهل البدع واحتواهم كذلك لأهل البدع عندك رئيس جماعة انصار السنة المحمدية الدكتور اسماعيل عثمان الماحي وبعدين ما يجيني واحد تابع للجمعية أو تابع للإصلاح يقول لي لا ده مركز عام وأنا جمعية ولا واحد يجي يقول لي لا أنا إصلاح كلكم واحد في النهاية جماعة انصار السنة المحمدية وذاته قال ليكم يتفرقوا من ذاته وقال ليكم ذاته أعملوا جماعة منه دي برضو من المآخذ الحنسكرة يبقى أنا لما أقول جماعة انصار السنة واجيب لك واحد من رؤوسنا الكبار ما تجي ديني تقول لي زي ما يجي الصوفي الختمي يجي يقول لي لا البرع ده ما حقنا ده بتع السمانية لا في النهاية كلكم صوفية في النهاية كلكم صوفية والمآخذ البناخدة على البرع السماني بيشمل جميع الطرق الصوفية بيشمل جميع الطرق الصوفية الدكتور إسماعيل عثمان رئيس المركز العام لجماعة انصار السنة المحمدية في السجانة بيجاي قبل سنتين أو ثلاثة وما تاب من الكلام ده الكلام اللي بنقوله ده ما تاب منه قبل سنتين تقريبا أو ثلاثة سنوات جاب مرشدة طريقة السمانية المرشدة العام بطاعة طريقة السمانية جابوا في المركز العام وكرموا الجرائد نقلت وعندنا الجرائد موجودة يعني بعدين إذا فيها انصار سنة معطرط على صحة الكلام بنجيب لك الجريدة طوالي جماعة انصار السنة المحمدية تكرم مرشدة طريقة السمانية جابوا في المركز العام وكرموا بل زاد على ذلك قال المولد الجاي ده إسماعيل عثمان المولد الجاي الصوفية يجو يتكلم من داخل خيمة أنصار السنة وده فيه دليل إن إسماعيل عثمان يكرم جميع الصوفية ما قصد السمانية بس لأنه في تكريم للصوفية قال الصوفية كلهم يجو المولد الجاي ويتكلم من داخل خيمة أنصار السنة المحمدية يعني الصوفية في المولد والمولد بدعة وده فيه إقرار من إسماعيل عثمان إنه المولد مباح أصلا بدليل إنه قال يجو يتكلم من وين من داخل خيمة أنصار السنة المحمدية إذن هو أصلا ما عنده إشكال في الاحتفال ولا ما كده وإلا لو عنده إشكال في الاحتفال بالمولد كيف يقول للصوفي تعالي اتكلم الصوفي حيجي يتكلم على أساس شنو على أساس انه هو محتفل بل مولد ولا ما كذا إذن ده برضو من الماخص خد تحته خطين بل قلمة الأحمر الصوفي حيجي داخل خيمة أنصار السنة حيقوله شنو يا إسماعيل عثمان حيقوله شنو حيجي يتكلم وينشر الشرك بالله تبارك وتعالى حينشر الشرك حيجي جوه هناك زي ما البرع قال في الدواوين بتاعته أعلام الطريق ورياضة الجنة ونور الدجنة وليك سلام مني وديوان الشايب وبرع القوم وغير من الدواوين إصدارات الأصبات وغيره بتاعت البرع حيجي جوه هناك ويجيب لك الكفر بتاعة البرع البرع يقول في ديوان رياضة الجنة ونور الدجنة أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير شوف بيوصفك أستاذك لو بيقصوا في أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير ولا تميل أبدا لغير إياك والكجار ومعاملة التجار إلى أن قال كن ثابت عنده صار سنة واحد حيقوم يفتح خشمه ليه لأنه دا الرئيس العام قال يجي يتكلموا ما في أي مشكلة في ذا تاني فرخة من أفراغن صار سنة حيقدر يعارض الرئيس العام ما بيقدر الكلام دا وأصلحوا وبينوا لابد من البيان الباطل إذا الإنسان نشر في الملأ لابد يطلع بيان في الملأ إنه أنا توبت من الباطل دا وده يدل لك إنه الكلام دا عند المركز العام وجميعا صار سنة ما باطل أصلا ما باطل بدليل إنه ما طلعوا له أي بيان ولا طلعوا أي توبة أشيخ بتعنهم الكبارات الدكاترة محمد الأمين إسماعيل ودكتور حسن الهواري دكتور خالد عبداللطيف دكتور ميم من كلهم دا جيب لي واحد فيهم قال إسماعيل عثمان غلطان في الكلام دا بل أصبحوا يعتذروا له بيقى يعتذروا له وقالوا دا من باب الدعوة هل من باب الدعوة تكرم الأهل الشرك وأهل البدع تكرموا على أساس شنو على أساس إنهم منو على أساس إنهم دارين يقدموا للمجتمع شنو ها وأي دليل استدلتوا باو يا أنصار السنة إنكم تكرموا أهل البدع والسلف نحن عندنا السلف الصالح في الكتب عندنا المعتمدة كتب السلف الصالح المعتمدة زي كتاب عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث أو عقيدة السلف للإمام الصابوني والكتاب دا بعرفه كويس هم ذات بعرفه ذكر في هذا الكتاب إجماع العلماء إجماع كل العلماء علماء السلف قاطبا على هجران أهل البدع وبغض أهل البدع والتباعد من أهل البدع وعدم مؤاكلتهم وعدم مجالستهم وعدم السلام عليهم أهل البدعي أنا برضو كل دا نقل الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث أنصار السنة يعرفوا الكتاب دا جيدا كما يعرفون أبناءهم ما شاء لي قدام تاني في جريدة قال الصوفية لما سألوا من الصوفية قال الصوفية موجودين داخل القرآن وموجودين داخل السنة دا إسماعيل عثمان الرئيس العام بتاع جماعة أنصار السنة وين في القرآن الصوفية يا إسماعيل عثمان لو في أنصار سنة بره اكتب الكلام دا شانيدخل هنا ويناغش لا بد تهش ما تهرب زي ما هرب أمباري حربوا عندهم ناس في الغرب هناك هربوا قاعدين نحن شعفين من بعيوننا كذا يا ودى الناس خش ناغش ما بيخش يا أخي اعتبرني أنا قلت منكر والنبي سأسلم قال من رأى منكم منكرا خليه غير لو ما غشيت غيرت المنكر دا انت تأثم كيف تشوف المنكر وتسكت تقيف بره يبقى لو في أنصار سنة بره واتسغير كبير في النص أي حاجة يسجل الكلام دا شانيدخل بعدين هنا ويناغش قال الصوفية داخل القرآن والصوفية داخل السنة ونحن بنقول الصوفية لا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما في صوفية في القرآن نتحدى إسماعيل عثمان يقول الكلام دا إنه يجيب لنا دليل من القرآن من القرآن من الفاتحة للناس دليل واحد ولو بل إشارة حتى لو ما صراحة ولو بل إشارة إنه في تصوف القرآن شوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صوفية ما في ما في حاجة يسمع صوفية أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جيب لنا حديث واحد بيتكلم عن الصوفية ولا بيشكر الصوفية ولا بيدعو الناس إنه يبقوا صوفية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما في يبقوا يكونوا كيف داخل القرآن ويكونوا كيف داخل السنة يا إسماعيل عثمان رئيس المركز العام لجماعة أنصار السنة هنا فتا مشكلة جدا بيجوا يجيبوا كبار أهل البدع من خارج السودان ومن داخل السودان عملوا مؤتمرات كثيرة جدا في قاحة الصداقة وفي غيرها في قاحة الصداقة استضافوا رؤوس أهل البدع جابوا عبد الحي يوسف وجابوا عصام أحمد البشير وجابوا ياسر برهامي دا لكتنوا من مصر جايبينه جابوا في قاحة الصداقة وقالوا دارين حارب الشيعة كلهم يتلموا في المؤتمر دا أنصار السنة بجميع أجنحتها كلهم مركز عام جمعية إصلاح صفوجية كلهم يتلموا في هذا المؤتمر قالوا دارين حارب الشيعة مين البحارب الشيعة الإخوان المسلمين بحارب الشيعة يا أنصار سنة الإخوان المسلمين بحارب الشيعة متين الإخوان المسلمين قاعدين يحارب الشيعة ومين المكة للشيعة غير الإخوان المسلمين ومين بأنشر عقايد الشيعة غير الإخوان المسلمين سيد قطب ألم يشتم الصحابة كما يشتم الشيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيد قطب شتم الصحابة واتهم عمر بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان إنهم يركنوا للخديعة وللغش وشراء الذمم كلام دا كله قالوا سيد قطب سيد قطب دمنا دا كبير من كبارات الإخوان المسلمين كبيرهم الذي علمهم الكفر والبدعة يشتم الصحابة ويشتم عثمان بن عفان ويؤيد الخوارج الكتل عثمان سيد قطب يقول عن الخوارج الكتل عثمان قال هذه ثورة في عمومها من روح الإسلام يعني دا الدين ذاته الناس الكتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مجاهدين الشيعة ولا ما يهو الشيعة موضوع شنو مش بيسبوا الصحابة سيد قطب بيسبوا الصحابة سيد قطب في التصوير الفني كتابة التصوير الفني سبع نبي الله موسى عليه السلام وقال هو نموذج للزعيم العصبي المندفع المزاج دا سيد قطب وده رأس الإخوان المسلمين كيف بعد دا كله أنصار السنة يمشي يجيبوا رؤوسا لإخوان المسلمين ويجيبوهم هناك في الغاعة بتاعة الصداقة وقالوا دا رأينا حرب الشيعة لما نعصرناهم في الحتة ذي مشا الدكتور الهواري عمل له تاني مؤتمر كامل ومحاضرة كاملة في قاعب يجاي اسمه مامون بحيري قال داري أصل إنه التعاوم مع أهل البدع بجوز التعاوم مع أهل البدع اللي اتفقوا عليه السلف زمان وقالوا بل إجماع ما بجوز الليلة داري جينا دكتور من دكاترة تانصار السنة رئيس المجلس العلمي لا في مجلس لا في علم موضوع انتعوا منه السلف زمان الخمر دي حلال ولا حرام مش انتهوا منه زمان خير ليجيك واحد الليلة عمل لك محاضرة كاملة داري يطلع الخمر حلال يا اخي موضوع بل إجماع إجماع أكثر من ثلاثين إجماع من السلف إنه الموضوع ده ما بجوز ما بجوز التعاوم مع أهل البدع أبدا واستدلوا بذلك بأدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة من القرآن استدلوا بقول الله عز وجل لما تكلم عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم واستدلوا بقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره واستدلوا من السنة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير أهل البدع هل هم جلساء صالحون أبدا والله دي الجلساء سوء النبي صلى الله عليه وسلم قال في نافق الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا بكل استدلوا بها أئمة السلف إن أهل البدع لا يتعاون معهم في شيء الشيخ الفوزان العلامة الفوزان الطعن في وصوفية المنبر الفات طعن في الشيخ الفوزان الودة الأصوفي داك لما انجا قال قال الفوزان قال النبي سعى سلم ارتكب أدنى المفسدتين قال دا في وسائل النبي سعى سلم دخلناه يورينا أدنى المفسدتين يعني شنو ما أقدر ذاته يجاوب والطلبة كانوا حاضرين طعن في الشيخ الفوزان الشيخ الفوزان لما سأله والتسجيل موجود تسجيل صوت في اليوتيوب هل يجوز التعاون مع أهل البداء في محاربة العلمانيين وغير وغير والشيعة وغير الجماعات قال لا لا يجوز التعاون معهم قال لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان قال ولا ينفعونك في شيء قال اللي ما هوب على دينك ما يعينك قال كذا باللغة بتعتل السعودين قال ما على دينك ما يعينك انت عارف الآية دي اللي استدلبها الفوزان على إنه التعامل مع أهل البداء ما بجوز استدلبها الهواري على إنه التعامل مع أهل البداء بجوز شوف اللخبة دول اللخبة الهواري قال التعاون مع أهل البداء قال يدخل في باب قول الله تعالى وتعاونوه على البر والتقوى قال يدخل في هذا الباب الشيخ الفوزان قال ما يدخل في الباب ده ما يدخل قال في الباب ده قال يدخل في باب ولا تعاونوا على الإثم والعذوان هل الله في الآية دي قاصد وتعاونوا على البر والتقوى هل معنى المراد من هذه الآية إنه نتعاون معه للبناء أبدا والله وعلى البر والتقوى بتاعهم شأن نتعامل معهم ونتعاون معهم بعدين نحن محتاجين لهم في شنو أهل البدعة ما محتاجين لهم في شي نتعاون معهم ليه أصلا ما محتاجين لهم في شي هرفته دي من المآخذ بل من أكبر المآخذ على جماعة نصار السنة المحمدية أو المحمدية الآن هالسيدي شامانة مش نتكلم كتير شي الكتابة البرعي رياضة الجنة ونورة الدجنة أو أي كتاب فيه كفر وكتب البرعي كلها فيها كفر شيل الكتاب وامشي أي جامع بتاع أنصار السنة أي جامع يعجبك كان دار تمشي بيجاي بتاع محمد الأمين إسماعيل وجمع الفتح كان دار تمشي المركز العام بيجاي أي جامع يجبك أمشي قول لهم البرعي غلطان في الكتاب ده لأنه قال كذا كذا ولأنه الله سبحانه وتعالى قال كذا والنبي سأسلم قال كذا شوف أول ناس حيقوموا عليك منه يقوموا عليك أنصار السنة أول ناس ليه لأنه بيقوا ما بيرضوا الكلام في الصوفية ما بيرضوا عديل والله مساجد نحن يومي بنعاني زمان الصوفية بشاكلونا وبيمنعونا من الكلام في المساجد الآن اللي بيشاكلونا وبيمنعونا أنصار السنة تتكلم في الجامع أول ما تطلع كتاب البرعي يطفو النور يطفو النور نور الجامع يطفو والله لأنك أنت بيجد تتكلم عن البرعي وبيجد تتكلم عن المكاشفي وغيره وغيره أول ما تبدأ الكلام طوال يطفو النور ولا يقوم عليك يضربوك ضربونا في مساجد كثيرة هنا في مجمع الفتح دا تعم حمد الأمين إسماعيل ضربونا فيه في الماليزي المجمع الماليزي بتاع السجانة وده واحد من المرابط بتاعتهم برضو ضربونا فيه الوالدين بهناك بتعلامات برضو ضربونا فيه في أبو آدم في جامع اسمه أبو عبيدة برضو ضربونا فيه كل المساجدة ذكرتها لك دي وغيره كثير المساجد أنصار السنة في البلد دي بيقوا ما يقبلوا الكلام في الصوفية وإنت دارت أجرب جرب جرب أمشي أسي الليلة دي أمشي جرب وشوف براك تشوف الحاصل فشوف النازل الشغلة دي بيقت شغلة سياسية وبيقت فيها مصالح ومآكل ده حاجات زي دي ما بتحريفة شيوخنا الكبار يعرفوا الكلام ده كويس أما كويس نفتح فرصة للحوار والنغاش أنا شايف أنه ما ذكر يكفي عن جماعة تنصار السنة المحمدية وإلا لسه لسه كتير والله الكلام كتير أيوة كتير جدا هنا ما وزعوا مطوية قالوا إلى مشايخنا الفضلاء الصوفية في الجامعة دي مطوية ما وزعوها صار السنة قالوا مشايخنا الفضلاء الصوفية فشوف النازل هذول ريكبو درب انت ما بتعرفوا درب بتاع أموال ومصالح وشوف شوف حال تابعي لهم هنا في الجامعة ناس الشنط والنظارات ديل شوف حال بتلقاهم لها فين هنا ديل ديل ما بيعرفوا الشغلة ديل واحد بس يقول لك شيخنا وقال شيخنا وهؤلاء يطعنون في مشايخنا الشغلة انت ما جايب خبر يا ولد شغلة دي فيها أموال طخمة جدا انت ما أبدوك حاجة في الجامعة انت ما لسه صغير لما انت تترقوا وتبقى معاهم فوق بعد ذاك بتفهم ما الحاصل الفرصة مفتوحة للحوار والنغاش دي يدلك انه الصوفية هربوا أن الأولاد التلاثة اللي كانوا هنا الخميس الفات هربوا مش قالوا بنجيب الكتب ونجي اللي أصبع الجاي ولا ما قالوا هنا في المحل ده قالوا بنجيب الكتب قالوا أنت كانت تقولوا لا أنه الموضوع بتاع كتب كنا لو خلاص جيبوا الخميس الجاي ما جوا لا جوا لا جوا لا جاوبوا الكتب وينهم الآن وينهم ما في شيء أنصار السنة فرصة مفتوحة للحوار والنغاش قد تكون عندك رأي في كلامنا هذا وزي ما قلت لك إن ما خلت شيء تأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيروا تشعيف إن الكلامنا منكر تعال غيروا أنصار السنة فرصة مفتوحة للحوار والنغاش ها ما في خلاص أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شهاب يجاوب على باقي الأسئلة شيخ شهاب مزمل شيخ مزمل